ترجمة نانسي قنقر عشية الحادي عشر من مارس كان المجتمع الدولي مع موعد في مملكة البحرين لإعلان انطلاق أعمال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها السادسة والأربعين بعد المئة والاجتماعات المصاحبة لها في أكبر تجمع برلماني يشهده العالم تحت شعار تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة مكافحة التعصب في أجواء مثالية عكست ثقة المجتمع الدولي الذي أشاد بسياسة مملكة البحرين في تعزيز التضامن والشراكة الدولية من خلال استضافتها لهذا المحفل العالمي لعملته مملكة البحرين يدعو إلى الفخر ويعطي الآخرين حافز لكي ينظموا مثل هذا التجمع الكبير هذا التجمع الكبير فيه منافع كبيرة بغض النظر عن ما يطرح ولكن نحن نعتبره بالنسبة للوطن العربي هو حدث طيب نقحت فيه البحرين دون تخوف أنظار دول العالم توجهت إلى مملكة البحرين لمعايشة هذا الحادث الدولي حيث أثنى عدد من المشاركين بكل ما قدمته مملكة البحرين من تسهيلات وإجراءات وتوفير الأرضية الخصبة أمام أهم القضايا والموضوعات التي يتم طرحها على طاولة البرلمان أولا يعني هو مهم جدا أن تكون البحرين خامس دولة عربية منذ تأسيس الاتحاد أن تستضيف هكذا فعالية والإعداد والتحضير حقيقة أنه يعني الإخوان ما قصره في مملكة البحرين طبيعة الموضوعات كما تعلم أخي الكريم أنها متعددة وكثيرة تعنى بالشباب تعنى بالصحة تعنى بالتكنولوجيا تعنى بالقضايا السياسية تعنى بكافة القضايا هذا التجمع البرلماني الذي تحتضنه البحرين يأتي عكاسا للمكانة الهامة التي رسختها المملكة على خريطة العمل السياسي والديمقراطي الدولي وجهودها المستمرة في تعزيز ثقافة السلام والحوار لصالح البشرية جمعاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر